اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تكون منتجاتها موجهة لسوق الوطنية في سنواتها الأولى لتنتقل إلى التصدير حين تحقيقها لتنافسية دولية وحول استيراد المركبات الجديدة أشار الوزير إلى أنه تمت مراجعة دفتر الشروط تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية من خلال إدراج بعض التعديلات الرامية لمنح المزيد من التسهيلات وبالموهزات مع ذلك لا تزال لجنة تقنية مكلفة بدراسة الملفات التي تضم ممثلين عن عدة قطاعات تواصل دراسة الملفات المدعة من طرف المتعاملين الراغيبين في مزاولة هذا الناشاط المقدر عددها بـ 73 ملفات وأبدت اللجنة تحفظات على الملفات المدروسة بسبب وجود نقاء استقانية حسب زغدار الذي أكد إمكانية تقديم طعن أمام لجنة الطعوم بالنسبة للمتعاملين الذين رفضت ملفاتهم للنظر في أسباب الرغم التي أبدتها اللجنة التقانية إذا كانت مؤسسة أو لا وتضمن قانون الاستثمار الجديد عدة تضابير جديدة لتسهيل الاستثمارات الأجنبية في الجزائر من بينها إنشاء شباك واحد حسب ما أفاد به وزير صناع أحمد زغدار مشددا على أن قانون الاستثمار الجديد الذي يوجد حاليا قيد المناقشة على مستوى الحكومة يتضمن إنشاء شباك واحد للاستثمارات الكبرى والاستثمارات التي تضم أجانب وذلك من أجل إيلائها العينة اللازمة لهذه المشاريع والتكفل السريع والفعال بها ويهدف هذا الإجراء إلى جعل هذا الشباك أطبا للترويج للجزائر كوجهة استثمارية أهمة على مستوى الدولي كما أنه سيتطالع بدور المستشرف لتحديد المجالات ذات الإمكانات العالية لجذب الاستثمار إليها وفي رده على سؤال حول مضمون النص الذي عرضه مؤخرا في اجتماع الحكومة متعلق بجملكة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها أكد زغدار أنه سيسمح الترخيص باستيراد هذه المعدات من جهها بتخفض فترة استيراد معدات الإنتاج بالسماح باستيراد بأقل أثمان خطوط ومعدات مجددة في حالة عمل جيدة من خلال اغتنام الفرص المتاحة في الأسواق العالمية لاقتناء هذه المصانع بأثمان معقولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي عرفتها البلدان المصنعة بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى غلق مصانع وعرضها للبيع بأثمان جد محفزة شكرا